أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية القطاع المالي والمصرفي وإسهامه الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية جاء ذلك لدى لقائه عن بعد بالسيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية وأشار معالي إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة وتوفير البيئة المحفزة لها بما يحقق الأهداف المرجوة منوها بدور المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد أحد القطاعات الرافدة للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين والمساهمة في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الوعدة هذا وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة على أهمية تبادل التجارب والخبرات في مختلف القطاعات بما يسهم في رفض المشاريع والبرامج التنموية الداعمة للنمو الاقتصادي مشيدا معاليه بدور المؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز خلق البيئة التنفسية ومواصلة الدفع بعجلة النمو الاقتصادي ودعم كافة القطاعات الحيوية نحو تحقيق أهدافها المرج منشودة ترجمة نانسي قنقر